اشتركوا في القناة في زيارة إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء لتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وشملت زيارة الإطلاع على الإجراءات المتخذة والهادفة بالدرجة الأولى إلى حماية صحة وسلامة النزلاء حسب توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية حيال فيروس كورونا في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في جو وعلى سبيل المثال تم إيقاف الزيارات للنزلاء وأهاليهم للحفاظ على سلامتهم وتم إعطاء المحاضرات التوعوية والإرشادية للنزلاء والأفراد حيال فيروس كورونا وتم أيضا العمل على تعقيم جميع مباني ومرافق المركز بشكل يومي وتم توفير جميع المستلزمات الطبية وأدوات النظافة بشكل يومي للنزلاء والأفراد للحفاظ على سلامتهم الصحية داخل المركز وتم توفير أجهزة قياس درجات الحرارة لجميع مداخل المركز والبوابات الموجودة في حال دخول أي فرد من خارج المركز يتم قياس درجة حرارته ويتم إعطاءه الأدوات الصحية اللازمة من قفازات ومواد معقمة وكمامات عند دخوله داخل المركز أضف إلى ذلك دخول النزلاء الجدد يتم فحصهم عن فيروس الكورونا ويتم عزلهم في مبنى مخصص لمدة 14 يوم وبعدها يتم فحصهم مرة أخرى عن فيروس الكورونا للتأكد من سلامتهم الصحية عند دخولهم واختلاطهم بباقي النزلاء وقد أطلقت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل خدمة الاتصال المرئي بحيث يمكن للنزيلة تواصل مع أهله وذويه بالصوت والصورة وذلك بعد وقف الزيارات في إجراء استهدف تأمين صحة النزلاء والحفاظ على سلامتهم اطلعنا على جميع الإجراءات من دخول البوابات إلى حتى نهاية العيادة الطبية في سجن جو الإجراءات كانت جدا ترتقي إلى يعني أن تكون مثالية العيادة مثالية في الكشف والفحص الدوري واليومي للنزلاء الموجودين النظافة والتعقيم في جميع المباني حسب اللي شفنا أنها كانت جدا ممتازة وترتقي إلى يعني المثالية أيضا وشهدنا بعيننا الإجراءات والتدابير اللي تم اتخاذها من حيث الفحص ومن حيث ارتداء الكمامات ومن حيث ارتداء الغفازات للجميع العاملين أيضا في هذا المركز وشهدنا أيضا إدارة الدفاع المدني وجودها في تعقيم أيضا جميع المباني وبصراحة هذا شيء يحسب للمركز يحسب لوزارة الداخلية وحرصها على سلامة جميع النزلاء وأيضا فيما يتعلق بالأمر السامي لجلالة الملك الله يحفظه فيما يتعلق بالعفو الملكي في حدود تقريبا 1500 نزيل أيضا تم فحصهم جميعا قبل مغادرتهم المركز وهذا أيضا شيء يحسب أيضا في أن العناية والرعاية ليست فقط بمن هو قادم أو بنزيل الجديد إنما حتى بمن يطلق صراحهم أو يمسهم العافو أو ينهون أيضا مدة المحكومية وتؤكد الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التزامها بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لكافة النزلاء ضمن سلسلة الخدمات المقدمة لهم في إطار التقيد بمواد قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية